أعرف عدوك إذا عرفنا العدو فبنعرف إزاي نحاربه الأسلحة اللي بيستخدمها الطرق الأسليب إلى آخره فأعطينا فكرة عن هذا الموضوع أنا بحب أذكر الآية اللي في رسالة بطرس الرسول الأولى أصحى خمسة بيقول إصحوا وصهروا الحكاية محتاجة يقزة لأن أبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو فهو بيشبهه هنا بأسد زائر وأسد بيزمجر والأسد المزمجر ده غاضب وقوي لكن الشيء الجميل أنه الأسد ده مهزوم بيعجبني قوي يا أسيس نزار في قصة السائح المسيحي ودي قصة رمزية بتتكلم عن واحد بيخرج من مدينة الهلاك وبيقابل صعوبات لحد ما يوصل للصليب ويأمن بالرب يسوع وبيكمل رحلته قصة جميلة عملها جون بونيان في أحد المشاهد بيوري أن السائح ده بعد ما عرف المسيح ماشي في طريق ولقى أسدين من الجنبين فحس بخوف غير عادي إزاي عادي بينهم لما ركز في الصورة لقى أن أسدين دول ممسكين بسلسلة من حديد وهو لو مشي في النص بالزبط الأسدين دول مش هيقدر يقربوا منه فحتى لو كان بيزمجر أنا لو مشيت في سكة الرب مش هيقدر يعمل لي حاجة الصورة دي في ذهني من سنين عديدة وبحس أنها مفيدة جدا لأنه الرسول بطرس بيقول لنا إسحوا أصهروا فوقوا خلوا بالكم لأن إبليس خصمكم هو عدو مش هيكون عايز مصلحتي أبدا عدو بيقول لي إيه إنه أسد زائر وإذا مجرد الأسد قوية ومرعبة فبيقول لي إنه هو ملتمسا من يبتلع هو هو عايز يبتلع بس مش هيقدر بس عشان كده قاوموه راسخين في الإيمان في واحد تاني شبه الأسد إنه مزمجر ولكن بدون الأسنان تمام يعني كلها صوت صوت عالفاضي زي ما بيقوله لكن طبعا الكتاب المقدس بيورينا أسماء كثيرة للشيطان هنحاول نشوف على الشاشة قدامنا الشيطان كلمة عبرية مشتقة من الفعل الشطنة أي تمرد من شطان من شطان فهو متمرد متمرد على الله متمرد على خليقة الله المقاوم كمان المقاوم بالزبط كده فهو متمرد وعايزني أكون أنا في صفه فأكون أنا كمان متمرد على الله ففيه في سفر زكريا في العهد القديم بيتكلم عن الكاهن العظيم اسمه يهوشع الكاهن العظيم وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يميني ليقاومه وابتدى كان يهوشع كان لابس سياب قذرة غير ناقية برئيس كهنة وابتدى الرب ينتهره ويقول له أن أنا هلبس يهوشع لباس البر من جديد فالشيطان لما بيشوفني في وضع الخطأ أو وضع الخطية بيبتدي يشتكي علي ويبتدي يقول لي أنت مش بتحقق فكرة الله في حياتك أنت عملت غلط ضد شريعة الله الوضحة في كلمة الله مهما كان الخطأ كبير أو صغير علي أن أقول لينتهرك الرب يا شيطان أنا باعتمد على بر المسيح اللي بيكسيني يعني لما منسمع كلمة شيطان على طول بدول في ذهننا التمرد والعسيان والمقاومة وهذا عمل الشيطان فلازم نحضر وننتبه لأنه الآية تقول إصحو وصهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر